السلام عليكم وآلا بكم وحلقة جديدة ومزرعتك في بيتك ومن كام يوم بدأنا أولى سلسلة حلقات الأسعار وقلنا إن فيه أسعار كتير لحاجات كتير هينزل أسعارها الفترة اللي جاية والنهاردة عندنا نزول كبير مفاجئ لأسعار الرز الشعير والأبيض في الأسواق بعد احتكاره وبيعه بأسعار عالية الفترة الماضية لايك للفيديو علشان يلف في مصر كلها والناس تعرف الأسعار الحقيقة وكتبونا في التعليقات الأسعار عندكم عاملة ازاي وتعالوا بينا نبدأ النهاردة بأسعار الرز الشعير شاهد سعر الطن الأرز الشعير انخفاض كبير بجميع أصنافه عريض ورفيع الحبة لو يسجل سعر الطن الأرز الشعير عريض الحبة يتروح ما بين 17000 إلى 17500 مقابل 19000 إلى 20000 جنيه بداية شهر مايو أما عن الأرز الشعير رفيع الحبة فيتروح ما بين 16000 إلى 16500 مقابل 18000 إلى 18500 بداية شهر مايو وتأتي كلمة السر في تراجع أسعار الأرز إلى اقتراب موسم حصاد الأرز والمتبقي عليه حوالي شهرين ونصف حسب ما صرح خالد جلال رئيس شعبة الحبوب بالغرفة التجارية بالبحيرة مما أدى ذلك إلى قيام التجار بإخراج ما لديهم من كميات الأرز الشعير المتبقية والمخزنة من الموسم الماضي والمتكدسة لدى البعض منهم خاصة مع بداية زراعة أرز الموسم الجديد والذي يبدأ حصاده في أواخر شهر تمانية وجاء ذلك متزامنا مع سماح الحكومة لدخول الأرز المستورد وبعد تراجع الأرز الشعير يتراجع أيضا سعر الأرز الأبيض ليسجل سعر الطن الأبيض عريض الحبة والذي يتروح ما بين 27 ألف إلى 27 ألف خمسمية أي أن سعر الكيلو ما بين 27 جنيه إلى 27 جنيه ونص سعر الطن الأرز رفيع الحبة يتروح ما بين 26 ألف إلى 26 ألف خمسمية ليسجل سعر الكيلو ما بين 26 جنيه إلى 26 جنيه ونص ودي كانت الأسعار الفعلية المعلنة في السوق نتمنى يكون القادم أفضل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة لو لسه مش مشاركين وكل يوم هنزل لكم حلقة جديدة بأسعار جديدة تهمنا جميعا استنونا في حلقة جديدة نتمنى يكون القادم أفضل